اشتركوا في القناة المباني بتتكون من نفس العناصر هاي وعشان هيك بتأثر على مشاعرنا وبتحرك فينا ذكريات ومشاعر قديمة المهندس المعماري بتخيل المساحات اللي بخططها قبل ما تنبني وهاي مش شغلة سهلة بتحتاج لمجموعة مهارات محددة بنميها بس يصير حساس جدا للسلوك البشري وتأثير البيئة المحيطة عليه عشان نوضح هاي النقطة خلينا نشوف مباني لها تأثير كبير على مشاعر الناس خلونا نبدأ بدور العبادة زي مساجد والكنائس دور العبادة بتصمم بطريقة بتعزز الشعور انه فيه اشي اعلى واقوى من الشخص اللي بداخلها شوفوا كيف السقف عالي وكيف الضوء بدخل من الشربيك اللي فوق وبتنزل علينا هذا الاشي بخلينا ننتبه لضخامة المبنى ونحس بوجود قوة اكبر منها بكتير بنشوف استراتيجية المبالغة هاي برضه بمباني تانية غير دور العبادة مثل هاي المساحة الكبيرة عن مدخل قصر العدل بعمان القبة الضخمة فوقنا تعطي احساس بقوة اكبر واقوى منا اللي هي بهاي الحال القانون بتخلينا بنشعر بالتواضع في المحكمة اغلب الناس بتأثروا لا شعوريا وما بيكونوا واعين لهذا الاشي وهذا هو السر نجاح هاي الستراتيجيات وهلأ بعد معرفنا هذا الاشي بنعرف انه اي مبنى بندخله بيكون له تأثير معين علينا ممكن يكون هذا تأثير كبير او خفيف يمكن يكون ايجابي او سلبي ممكن يأثر فينا بشكل فوري او بتدريج بعد ما نقضي وقت تسجيل المبنى بغض النظر عن نوع التأثير ودرجته لازم المهندس المعماري ينمي المهارة اللي بتخليه يعرف تأثير المبنى على الناس عشان هيك بشدد على اهمية فهم علم النفس وعشان هيك حكيت بأول كورت ان الواحد لما يدخل على اي مبنى لازم ينتبه عشان يشوف ويسجل كيف المساحات المختلفة بتأثر عليه تخيلوا المساحات اللي بتصمموها وتوقعوا كيف راح يكون تأثيرها على المستخدمين المستقبليين الاشي تاني لازم نعرفه انه بما انه منتأثر بالمساحات المستخدمها شو راح يكون التأثير الطويل للامد علينا نتيجة استخدامها لفترات طويلة خصوصا لمستخدمها دايما زي البيت والشغل والمدرسة من المثبت انه صحتنا بتتأثر بصورة مباشرة بجودة المساحات اللي بنقعد فيها مثلا الاعداء في محل مزعج بتأدي لارتفاع ضغط الدم ومعدل نبضات القلب فلما يكون في ارتفاع مستمر بمعدل نبضات القلب هذا الاشي ممكن يؤدي لأمراض قلبية على المدى الطويل وطبعا ما لازم نهتم بالمدى الطويل بس ضروري ننتبه برضو للمدى القصير مثلا اذا قاعد الواحد بمطعم مزعج ممكن يتوتر وينرفز وما يكون بأفضل حالاته ممكن هذا الاشي يخليه تأقل بالأكل او يدخل بنقاش حاد مع حدف المطعم وبالمقابل الاضاءة والتهوية الطبيعية والحرارة والصوت المعتددين بساعدوا على تحسين الصحة على المدى الأصير والطويل خدوا صورة لمكان او مبنى او تحفة فنية بتخليكم تحسوا احساس معين ونشروها في فيديوهات او صورة على فيسبوك وانستجرام واكتبوا شو بتحسوا استخدموا الهاشتاج The Designer's Eye او عين المصمم عشان شوفها انا وبقية المشاركين المعانا